وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 216 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 170 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 46 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 720 قضية من بينها 72 قضية خبز ناقص الوزن و80 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 114 طن ترجمة نانسي قنقر